اشتركوا في القناة 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 سؤال هو المفروض اقل من اللحمة واكل الفكهة وخضر اكتر؟ الاجابة لازم تفهم الكفاءة المنطقية ايه اللي بتاكلوا البقرة؟ حشيش وضرة؟ ودول ايه؟ خضار؟ يبقى اللحم هو مش اكتر من انه طريقة فعالة لنقل الخضار لجسمنا محتاج حبوب؟ كل فراخ اللحمة برضو مصدر لحشيش الحقل خضر اخضر خلونا اقول الخلاصة الحكاية دي هتطول وانا مش عايز كده خلونا اقول لكم الخلاصة اخيرا قال اليابانيين بيأكلوا دهون قليلة اوي وبيعانوا من سكتات قلبية اقل من الامريكان المكسيكيين بيأكلوا دهون اكتر وبيعانوا من سكتات قلبية اقل من الامريكان الصينيين بيشربوا نبيت احمر قليل وبيعانوا من سكتات قلبية اقل من الامريكان الايطاليين بيشربوا نبيت احمر كتير وبيعانوا من سكتات قلبية اقل من الامريكان الألمان بيشربوا بيرة كتير وبياكلوا سجق كتير ودهون وبيعانوا من سكتات قلبية أقلم الأمريكان الاستنتاج كل ويشرب اللي انت عايزه لأنه ظهر أن كل اللي بيتكلم بالإنجليزي هو اللي بيموت مع ذلك بجد بقى بكل جدية وما نقدرش ننكر أننا لازم نبقى وكلاء كويسين على أجسادنا طول ما احنا المؤمنين عايشين على الأرض دية الروح القدس بيسكن فينا وعشان كده الرسول بقول السم أجسام المؤمنين بالهياكل عشان الهيكل هو المكان اللي فيه بيسكن الروح القدس والمكان اللي بيسكن فيه الروح القدس ما ينفعش حتى نفكر أن يكون فيه انتهاك أو إهمال لكن هل الوكالة دي على أجسامنا معناها أننا نقدر نطول في عمرنا الإجابة موجودة في كلمات يسوع لو فتحت معايا متى ستة عدد سبع وعشرين متى ستة سبع وعشرين يسوع قال ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً وحدةً بكلمات تانية أكل صحي تزود الحديد تاخد فيتامينات كل ده كويس ليك ده هيحسن من جودة حياتك ده هيخليك وكيل كويس على الجسد اللي الله ادهولك ده هيحسن من انتاجيتك ده هيحسن من صفاء تفكيرك لكن ولا حاجة من ده هتجبر إدينا الله إنها تطول في حياتك ولا حاجة من ده هتأثر على طول أيامك هنا على الأرض ولا حاجة من ده هتزود لحياتك دقيقة وحدة أطول من اليوم والوقت المحدد ليها فكل الألأ اللي في العالم مش هيغير تاريخ رحلتك ولا رحيلك وده كلام يسوع مش كلام أنا كان هيبقالي رأي تاني لكن مش هو ده إلا الله عايزوا بيقولوا في ناس كتير النهاردة مهتمين جداً بمستقبلهم هم قلقانين جداً هم خايفين جداً لدرجة أني سمعت أني مبيعات المسدسات وصلت للقمة دلوقتي أنا مش ضد المسدسات ما تفهمونيش غلط إنك تكون حزر ومش مهمل تاخد الاحتياطات ده كله مهم أنا فاكر لما كان أولاده صغيرين أنا كنت شخص حزر قوي وكنت دايماً أقول لهم اعملوا كده وما تعملوش كده ولما كانوا مراقين كانوا بيفتكروا أن أنا أب مريض دلوقتي هم عندهم أولاد فطبعاً القصة اختلفت إنك تكون حزر وتاخد احتياطة كل ده كويس لكن إنك تعيش في رعب ده مش من ربنا ليه؟ علشان في أرشيف السماء قبل ما الأرض تتأسس في ملف هناك موجود في تاريخ ميلادك وتاريخ رحيلك مكتوبين وما فيش حد ولا أي حاجة تقدر تغير ده من فضلكم ما تفهمونيش غلط أنا عارف فيه منكم هيفهم ده غلط أنا عايز أقول المسيح مش بيعلم عن القدرية المسيح بيعلمنا إننا نعيش الحياة دي في ملء الفرح وملء السلام وملء الرضا كل أيام حياتنا طالما عايشين هو عايزنا نعيش الحياة دي لأقصى درجة بإننا نختبر ملء الحياة في المسيح اسمعوا الكلمات دي ومن منكم إذا هتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا وحدة ودي الإجابة المتوقعة ولا واحد القلق زي كرسي هزاز بيديك حاجة تعملها لكن مش بيوصلك لحاجة مش بيوصلك لحتة في الواقع في الأعداد اللي قبل عدد 27 زي ما علمتكم دايما إنكم تحطوا الآية مع القرينة ما تطلعهاش برا القرينة وأنا بدأت بيها علشان أنا هرجع ناوي أرجع لحتة لقبلها في الأعداد اللي قبل عدد 27 هتشوف أنه يسوع بيتكلم عن المصدر للألق والإنزعاج ما فيش فايدة من أنه يقول لنا نبطل نقلق من غير ما يشير لنا على مصدر أسباب الألق ده عدد 19 لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسدوا السوس والصدق وحيث ينقب السارقون ويسرقون عدد 20 بل اكنزوا لكم كنوزا فين؟ في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدق وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون عدد 21 أنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا دلوقتي فيه ناس كتير بتخلط ده وتعكسه في الواقع أنا سمعته وعاز قاله مكان ما قلبك موجود هناك كنزك لا 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 مش ده اللي يسوع قاله عايزك تعرف فين قلبك شوف فين كنزك لو كنزك دولارة ولا مليون مش فرقة مكان كنزك هتلاقي قلبك ويسوع بيقول أن المصدر للألق والانزعاج في الحياة هو الرغبة في تحويش ممتلكات مادية وممتلكات أرضية المصدر للألق والانزعاج هو الرغبة في أكتر وأكتر وأكتر المصدر للألق والانزعاج هو الاتجاه اللي بيقول احصل على كل اللي تقدر عليه وافضل حوش فيه وحافظ عليه ويسوع بيقول لو خليت التحويش هنا على الأرض يكون هو القوة الدفاعة ليك يبقى استعد جهز نفسك علشان إله المال إله آسي جدا الإله ده هيتعبك جدا في حياتك الإله ده هيستعبدك أكتر وأكتر الإله ده يتحكم فيك علشان هو إله مسيطر هو بيحب الامتلاك الإله ده سيد قاسي قوي 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 والإجابة للتحرير من العبودية للمال هي إنك بكل قوتك تقدم نفسك تدي كل موردك تدي كل حياتك لخدمة الإله الحي وعشان كده هو قال لما تطلبوا أولا ملكوت الله وبره كل هذه الأشياء كلها اللي الرب عارف إنكم محتاجينها هيدهلكو دلوقتي ما تفهمونيش غلط تاني من فضلكو لو لما تيجي للموضوع ده هتلاقي دايما فيه سوق فهم وأنا تعلمت داي خلال تلاتين سنة من الخدمة أكتر من تلاتين سنة كمان لكن اللي عايز أقولهلكو مفيش حاجة غلط في الفلوس مفيش غلط في الغنى أنا أعرف ناس من الكنيسة هنا هدفها في الحياة هو إنهم يعملوا فلوس كتير قوي عشان يقدروا يدوها لعمل ملكوت الله فالسؤال مش هل أنت بتمتلك ممتلكات السؤال هو هل ممتلكاتك دي بتمتلكك وعشان كده يسوع بيقول هنا بيقول إن المضاد للقلق والانزعاج هو استخدام كل ممتلكاتك استخدام كل مواردك في خدمة الرب المضاد لحياة بدون ألأ هو تكريس مواردك لعمل الله بصوا لعدد 24 لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال إيه اللي يسوع بيقوله؟ اسمعوا كواس مفضلكو هو بيقول لو أنت عبد للتحويش يبقى العبودية دي مش هواية في وقت فراغ يعني مش مجرد هواية دي عبودية مستهلكة تماماً أنت تقول ليه؟ عشان العبيد بيعيشوا تحت رحمة وطلب سيدهم العبيد بيخدموا إرادة ورغبة سيدهم العبيد مملكين ومتسيطر عليهم من أسيدهم ويسوع قال أنت ما تقدرش تكون عبد السيدين واحد من الاتنين هيسود على حياتك السؤال هو مين اللي بيسود على حياتك؟ مين اللي بيسود على حياتك؟ لو كان التحويش والأمان الأرضي الأمان المادي وتحويشه هو اللي بيسود يبقى استعد لكل أنواع الألم اللي بييجي من اللي انزعاجه من القلق ومن الخوف كمان اللي هيجي على حياتك لو كنزك هو على الأرض دي بس وقليل من الغالي رايح للسماء اللي هتقضي فيها أبديتك فتقدر تضمن حياة مضطربة جداً وتعيسة يسوع قال إن السيدين دول عكس بعض تماماً ما ينفعش يوجده مع بعض واحد منهم واحد بس هيساعدك إنك تمشي بالإيمان التاني هيخليك تعيش في خوف واحد هيملاك سلام كبير وفرح وسط أصعب الأوقات التاني هيخلي حياتك تعيسة حتى في وسط الرخاء فالسؤال هو مين هو سيدك؟ مين سيدك؟ ده أهم سؤال ممكن تسأله لنفسك بعض الخلاص مين هو سيدك؟ ليه؟ علشان الإجابة عن السؤال ده هتحدد هل هتعيش في سلام وفرح ورخاء حقيقي ولا هتعيش في قلق انزعاج وخوف لبقية حياتك؟ عدد 25 من متى 6 يسوع قال لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم افتكروا في الكنيسة دي أنا بعلم إن لما تشوف كلمة لذلك في الكتاب لازم تعرف ليه لذلك لازم تعرف ليه لذلك موجودة ليه مهم أوي إنك تعرف ليه مهم إنك تعرف من هو سيدك؟ علشان لو المسيح هو سيدك لو ملكوته مسيطر على تفكيرك لو مجده مسيطر على استخدامك لازمك لما وردك أنت هتبقى في فرح سلام ورضا ما ما حصل للاقتصاد ده مهم قوي هو قال لذلك لذلك بالمناسبة فيه أخبار مهمة قوي لبعضكم ماشي؟ لما نتكلم عن القلق والانزعاج مش هتفرق إذا كنت أنت غني ولا فقير فاهمين معايا؟ مش هتفرق لكن مين يكون سيدك هو اللي هيفرق في حياتك؟ أنا عرفت ناس بيخدموا بيخدموا لكن بيحبوا المال وعرفت ناس أغنية لكن مش عبيد للفلوس في الواقع هم بيستعملوا الفلوس كعبد ليهم مش العكس يبقى ده ملوش دعوة بالغنى أو الفقر ملوش دعوة بإيه اللي عندك لكن الموضوع عن مين اللي بيمتلكك هو ده الموضوع ده ملوش دعوة بإنت عندك قد إيه لكن كله متعلق بإنت بتعترف بمين كمصدر للحياة كلها لكل حاجة لما تعرف وتعيش ناس كتير بتعرف لكن مش بتعيش ناس كتير تعرف وكمان ممكن توعز كلام لكن لما تعرف وتعيش إن كل حاجة عندك معطالك لما تعيش ده في حياتك هتستخدمها المجدو وهتلاقي سلام في الحياة علشان الشخص اللي اداك اللي عندك أيا كان قادر يغمرك بقى أكتر كتير في الواقع هو عايز يعمل كده لولاده لو هنا بقى الشرط عشان كل الناس بتقول أوه أنا عجبني الجزء ده لكن لازم يجي الشرط ده هو بيحب يدي أولاده أكتر وأكتر من اللي عندهم لو هم قناة موصلة مش مخزن لو هم مجرى نهر مش بركة وقتها بس الله يفرح بإنه يغمرك ويغمرك علشان تشارك بهو دلوقتي هنا في متى إصحح ستة يسوع قال ثلاث مرات ما تقلقوش ما تقلقوش ما تقلقوش خمسة وعشرين وواحد وثلاثين واربعة وثلاثين وده مش مقياسي أنا ده كلام الكتاب عدد خمسة وعشرين عدد واحد وثلاثين وعدد أربعة وثلاثين وبعدين بيدينا أربع أسباب لازم تفحص بعمق علشان تجيبهم عندك أربع أسباب للمفروض ما نقلقش لو إحنا بننتمي للمسيح وبنستخدم كل بركاته اللي بيده لنا لمجده هل ده معناه أنه ما ينفعش أبداً لنا نختبر أوقات ألأ؟ لأ ده مش معنى كلام خلوني أوضح ده قبل ما أتكلم عن الأربعة أسباب ماشي؟ هو بيتكلم عن حياة ألأ وعن أسلوب حيام الألأ هو بيتكلم عن عادة الألأ عن كل حاجة فيها ألأ كلنا بنعدي بقى وقت ألأ مش ده اللي بيتكلم عنه وعشان كده الناس اللي فعلاً ماشيين مع الرب بيحبوا الرب مكرسين للرب الألأ مش هيستمر المدة طويلة كأنه يخبط على الباب كده وانت تبعث يسوع يرد عليه واذا الأسباب الأربعة يسوع قال ما تقلقوش الأولانية وهتلاقيها في عدد خمسة وعشرين هو بيقول علشان الألأ هو عدم الثقة في نية الله من ناحيتك ثانياً في عدد ستة وعشرين لتلاتين بيقول ما تقلقش علشان الألأ هو عدم الثقة في سيادة الله وبعدين سالساً بيقول عدد واحد وثلاثين لثلاثة وثلاثين ما تقلقش عشان الألأ هو عدم الثقة في شخص الله نفسه وبعدين ربيعاً قال عدد أربعة وثلاثين قال ما تقلقش عشان الألأ هو عدم الاكتفاء بوعود الله بيتر مارشل كان بيقول يا رب حفظنا من خطية الألأ لألأ التعب يكون علامة عدم إيماننا عجبني الكلام ده قوي أنا عارف إن كلنا عندنا أوقات ألأ أنا أصلاً قلتلكو ده أنا مش اللي الرب بتكلم عنه عشان أنا عارف زي ما الريحة تهب إذا ما وقفتهاش بالضبط زي ما المية هتسري إلا إذا منعتها زي ما النور هينور إلا إذا طفيته إنت وأنا هنقلق ونضطرب وعشان كده لازم نتعامل معاه لا 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 أنا ما قلتش نهديه أنا ما قلتش نحاول نموت مفعوله أنا ما قلتش نحاول نهرب منه لا 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 لكن التعامل معاه معناه إننا نسلمه لله وانطيع شروط التحرير منه اللي في كلمة الله أنا بسدق من كلمة الله ده مش مجرد فكرتي أو إحساسي أو تفكيري ده كلمة الله أنا بسدق إن كلمة الله بتقول لنا إن الله عايز يدي أولاده القوة لهزيمة الألأ دو أعتقد إن كلمة الله من الجلدة للجلدة بتقول لنا إن الله عايز يدي أولاده القوة للنصرة للنصرة على الألأ لو هم أطاعوا المبادئ والشروط للحرية دي لكن أنا برضو مدرك واقع إن الرسالة دي للمؤمنين لو أنت لسه ما سلمتش حياتك للمسيح لو لسه ما اختبرتوش كمخلص ورب على حياتك لو لسه ما عرفتش معنى إنه يتغفر لك وتاخد حياة أبادية منه يبقى الرسالة دي سابقة أوانها أوي لازم الأول ترجع للأساس الأول وإحنا بنصلي لو عمرك ما جيت لي يسوع وطلبت الغفران وقبلت غفرانه أنت ممكن تعمل ده وإحنا بنصلي للي مننا عرف الرب وماشي معاه سواء كان شهر أو عشر سنين أو عشرين سنة لازم تسأل نفسك سؤال هل أنا عايش في ألأ؟ ولو أنا عايش في ألأ ليه؟ والتحد معانا وإحنا بنصلي للرب عشان نبدأ حياة التحرير من خطية الألأ ومن الإضطراب أمين إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن محبة الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي أطلب نسختك المجانية الآن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة